الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى ثم وما بعد من المسائل المهمة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان والنصوص في هذا كثيرة وواضحة ومن ذلك أن الله جل وعلا يقول أعدت للمتقين وكذلك عن النار أعدت للكافرين وكذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى كما في الصحيح أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغدات والعشي وإن كان من أهل الجنة عُرِض عليه مقعده بالغدات والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي حديث كعب بن مالك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تُعلَّق في شجر الجنة حتى يُرجِعَها الله إلى جسده يوم القيامة وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة ندخل الآن في موضوع مهم وهو أن الجنة درجات وليست درجةً واحدة وقد جاءت النصوص وتضافرت الأدلة بأن الجنة درجات ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جنة مئة درجة ما بين كل درجةٍ ودرجة كما بين السماء والأرض أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله وهذا فيه بيان واضح أن الجنة درجات وكذلك قول الله جل وعلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلًا وفي الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة قال الطيبي معلِّقًا على قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أوسط الجنة قال المراد بأحدهم العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جنة مئة درجة هذا يدل على عظمة الجنة وأن أمرها عظيم كما يدل على أن جنة الفردوس أمرها عظيمٌ أيضًا وإذا كان الناس يتفاضلون في أعمالهم فإن الجنة أيضًا درجات وإذا كانت الجنة درجات فالناس أيضًا يعني يتفاضلون في أعمالهم من الأدلة في هذا الباب أن أم حارثة كما في البخاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها أم حارثة ابن سراقة قالت كان قد قُتِل في بدر قالت يا رسول الله حدِّثني عن حارثة فإن كان في غير الجنة بكيت قال يا أم حارثة إنها ليست جنة أو قال يا أم حارثة إنها جنانٌ في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى نسأل الله من فضله وقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله إنك لا حبُّ إلي من نفسي وإنك لا حبُّ إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأراك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِعت مع النبيين وأنني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرُد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تتفطن إلى فهم هذا الصحابي الجليل فهو لا يريد دخول الجنة فقط وإنما يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإلحظ إلى كلامه علمت أنك إذا دخلت الجنة رُفِعت مع النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا يبين بيان واضح أن الجنة درجات والله جل وعلا قد بيّن أن الجنان تختلف وأنها على درجات في سورة الواقعة كما ذكرنا المقربين وأصحاب اليمين ذكر وصفاً لأصحاب اليمين لجنة أصحاب اليمين وذكر وصفاً لجنة المقربين وكما ذكرنا في التفريق بين المقربين وبين أصحاب اليمين وسيأتي مزيد تفصيل في التفريق أيضاً من الأحاديث في هذا الباب ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الذري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هذا في صحيح الإمام البخاري وجاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في أفق السماء قال القرطبي رحمه الله اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال فبعضها أعلى من بعض وأرفع انتهى كلامه يقول بالرجب رحمه الله والله جل وعلا يقول ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويقول سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يقول بالرجب ولهذا قال بعض السلف عُدَّ أن المسيئة قد عُفِي عنه عُدَّ أن المسيئة قد عُفِي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين ولولا أن الله تعالى رضَّى أهل الجنَّة كلهم بما حصل لهم من المنازل ولولا أن الله جل وعلا رضى أهل الجنة كلهم بما حصل لهم من المنازل لتقطعت أصحاب اليمين حسرات مما فاتهم من منازل المقربين مع إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بها منازلهم العالية وقد جاء في الأحاديث والآثار أنهم يقولون وهذا كلام بالرجب ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا فيقالوا كنتم تفطرون وكانوا يصومون وكنتم تنامون وكانوا يقومون وكنتم تبخلون وكانوا ينفقون ونحو ذلك وهذا يبين أنه ينبغي على المؤمن أن لا يحرص على العمل الذي ينجي من النار فقط وإنما يحرص على أعلى درجات الجنان إلى أعلى درجات الجنان ومن أسباب نيل الدرجات العالية في الجنة أولا قوة التصديق فكلما عظم الإيمان في قلب الإنسان وقوي تصديقه كلما كان في إيمانه أعظم وكان في درجته أعلى وهذا يبين أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على السلامة من الشبهات وأن يبتعد عنها وأن دائما لا يلتفت إلى شبهات المشبهين وأهل الشبهات وإنما يحرص دائما على اتباع الكتاب والسنة ودائما يحرص على حفظ ذهنه وعقله من سماع كلام أهل الشبهات وكلما قوي إيمان الإنسان كلما عظمت درجته عند الله جل وعلا من الأسباب أيضا الجهاد في سبيل الله في الصف الأول وعدم الالتفات في مسهد الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة هكذا ضبطها فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ومما يرجى أن ينال به الإنسان الدرجات العالية السعي على الأرملة والمسكين فمن كان كذلك فله منزلة المجاهد في سبيل الله فيحرص المؤمن على الأرملة والمسكين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر هذا في الحديث عن درجات أهل الجنة وحينما تتأمل في الأحاديث والآثار التي جاءت في بيان أول أهل الجنة دخولا وآخرها دخولا يتضح لك أيضا هذا الباب فلكل عامل ومعمل فلكل إنسان كل من عمل فسيجد هذا العمل والكل مننا في هذه الدنيا يزرع وسيجد هذه المزرع في الدار الآخرة لما تتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا آخر أهل الجنة دخولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تارة ويكبو تارة وتسفعه النار تارة أخرى وهذا آخر واحد يدخل الجنة حتى إذا تجاوزها يعني النار التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين أي والله تبارك الذي نجاني منك لم ينجو من أي أمر وإنما نجا من نار وقودها الناس والحجارة فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة ثم الثانية ثم الثالثة كما ذكرنا تأمل إذا جلست تحت الشجرة الثانية واستظل بظلها وشرب من مائها رفعت له شجرة الثالثة أحسن من الشجرة الأولى من الشجرة الثانية فلا يستطيع أن يصبر فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة الثالثة فيقول يا عبدي لا تسني عن شيء بعد ذلك فيقول لا أسألك عن شيء بعد ذلك وربه يعذره لما يرى من النعيم الذي لا صبر عليه فيدنيه ربه إلى الشجرة الثالثة فإذا جلس تحت الشجرة الثالثة سمع أصوات أهل الجنة هما بعد دخل الجنة وأنت الآن لما يأتيك شخص يدخل مع الباب فرح بيعطيك بشارة أي بشارة كانت توظف تخرج من الجامعة تزوج بيسكن بيت جديد جاي من سفر فلان جاي من السفر هو جاي ببشارة لما هو يتكلم معاك لما هو يتكلم نبرة الصوت التي يتكلم بها أن تعرف أن هذا الشخص فرح وتعرف أنه جايب يقول بشارة وأنت تشوف يعني بداية الكلمات لسانه تعرف أن هذا الإنسان جايب يتكلم ببشارة نبرات الصوت فضلا عن المعاني والألفاظ التي يتكلم بها هذا الرجل جلس تحت الشجرة الثالثة فسمع أصوات أهل الجنة فلا تسأل عما يجري في قلبه لا تسأل عما يسمع من اللذة التي يعيشها أهل الجنة والراحة والطمأنينة سمع أصوات أهل الجنة ليس بعد هذه العبارة عبارة فيقول يا رب أدخلني الجنة ما يستطيع أن يصبر فيقول يا عبدي آخر واحد يدخل الجنة يا عبدي أتريد أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين فيقول لك ذلك ومثله 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 لك عشرة أمثاله أدخل الجنة ترى ما له مزرعة أو مخطط أرض أو سيارة جديدة لك عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا أنا لو قلت لك اليوم لك عشرة في المية لملك واحد أتصور أنك لن تنام ولن تستطيع أن ستتغير الحياة مجر الحياة كلها بعد هذه الساعة فما ظنك بدار آخر إنسان يدخلها لك عشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا فما ظن إذن بمن يدخل قبله بقليل ما ظن بأول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر إضاءة الليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون سبعون ألفا لا يحاسبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر على صورة القمر ليلة البدر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغر لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبسقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة قال أبو اليمان يعني العود ورشحهم المسك وفي حديثي في صحيح لما مسلم عن مغيرة من شعبة رضي الله عنه أن موسى عليه السلام سأل ربه يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 قال في الخامسة رضيت ربي فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله ولك مشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع ذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية وهذا أيها الأحبة يبين أن من الخسارة العظيمة أن يخسر الإنسان الدرجات العالية من الجنة وأن يتتبع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عن الدار الآخرة وما الذي سيحصل فيها وما هي أسباب النجاة في تلك الدار وأن يبحث عن أعلى المنازل في الجنة وأعلى الدرجات في الجنة فمن الخسارة العظيمة أن يفوت الإنسان على نفسه هذه الدرجات العالية لما تتأمل في حياة الإنسان في الدنيا تجد أن كثير من الناس لا يرضى بأن يفوت على نفسه الدرجات الموجودة في الدنيا لا يرضى بأقل الوظائف لا يرضى بأقل الأموال يبحث عن أحسن الوظائف لأولاده وأحسن الدراسات وأحسن الشهادات مع أن هذه الدنيا في يوم من الأيام ستزول عنك أو أن تزول عنها فالواجب على الإنسان دائما أن يبحث عن الدرجات العالية في الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى من الآيات التي وضحت أن هناك فرق واضح بين الجنان ما نقرأه في سورة الرحمن لما نقرأ سورة الرحمن نجد أن الله جل وعلا تكلم في البداية عن جنتين فقال وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ثم وصف هاتين الجنتين بوصف عظيم ثم قال وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ثم وصف وصف آخر يختلف عن وصف الجنتين الأوليين أليس كذلك؟ خلونا يا أخوان نقرأ في نشوف تفسير الجنتين الأوليين ثم نرجع إلى وصف الجنتين التاليتين والتفريق بينها وبين الجنتين الأوليين قال الله جل وعلا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ما هي صفات هاتين الجنتين؟ وهم الجنتين الأوليين ومن هم أيضا أهل الجنتين الأوليين؟ ومن هم أهل الجنتين التاليتين؟ كل هذه أسئلة لا بد أن توضع في الذهن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ يعني خاف من قيامه بين يدي الله غدا قال بعض العلماء خاف الطلاع الله عليه خاف مقام ربه جنتا فهو دائما يخاف من الطلاع الله على عمله الجنتين الأوليين من ذهب آنيتهما وبنيانهما وحليهما وما فيهما الجنتين الأوليين والجنتين التاليتين من فضة آنيتهما وبنيانهما وحليهما وما فيهما جاء في حديث أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه الإمام البخاري وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَان ذَوَاتَ أَفْنَان ذكر المفسرون عدد من الأقوال فمن تلك الأقوال أولا ذوات أفنان يعني في كل غصن فنون من الفاكهة في كل غصن فنون من الفاكهة وقال بعض العلماء ذوات أفنان يعني ذوات ألوان ذوات ألوان فالجنة ليست لون واحد فالجنتين الأوليين وقال بعض العلماء ثالثا الأفنان ظل الأغصان على الحيطان ظل الأغصان على الحيطان وقال بعض العلماء الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا هذه أربعة أقوال القول الخامس دوات أفنان يعني واسعتها الفناء هذه خمسة أقوال قال ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر هذه الأقوال قال وكل هذه الأقوال صحيحة كل هذه الأقوال صحيحة ولا منافات بينها فهي جنة ذات ألوان بديعة جميلة الغصن فيها فيه أنواع الفاكهة الغصن فيها فيه أنواع الفاكهة ظل أغصانها على الحيطان وأغصان شجرها يمس بعضه بعضا وهي واسعة عظيمة فنسأل الله جل وعلا من فضله فيه معينان تجريان قال ابن عباس والحسن رضي الله عنهما تجريان بالماء الزلال عينان تجريان إحداهما كما ذكر بعض أهل العلم السلسبيل والأخرى التسنيم فيهما من كل فاكهة زوجان إلى الآن نحن نصف الجنتين الأوليين من كل فاكهة زوجان يعني من كل فاكهة صنفان ونوعان يعني من جميع أنواع الثمار ما خطر على قلبك وما لم يخطر على قلبك ما تعلم وما لا تعلم متكين على فرش بطائنها من استبرى لاحظ أن الله جل وعلا وصف وصف البطانة التي عادة الناس لا يأبهون بها ويحاولون أن يعني يخبئونها البطانة يعني عادة البطانة توضع مناسقة على الأرض والباقي يكون أجمل بلا شك فهذه البطانة الله جل وعلا وصفها قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق البطانة التي تل الأرض من أحسن الحرير وأفخره يقول أبو هريرة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه فما ظنُّك بالذي يباشرونه بأيديهم أو ما ظنُّك بالضهائر هذا في البطائن فما ظنُّك بالضهائر فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون وجنى الجنتين دان يعني أكل الجنة قريب التناول يناله القائم والقاعد والمضطجع فثمار الجنة متى شاءوا تناولوها على أي صفةٍ كانوا ليس بينهم وبينها شوك تنحط الأقصان إليهم ودانيةً عليهم ظلالها وذُلِّلت قطوفها تذليلا وجنى الجنتين دان الجنى هو الثمر المستوي قال قتادة لا يرده بعد ولا شوك لا يرده بعد ولا شوك فيهن قاصرات الطرف قد قصرنا أعينهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم وأزواجهم قد قصروا أعينهم عليهن لحسنهن وجمالنا وجمالهن قال ابن عباس وقتادة فلا يرين يعني الحور العين لا يرين شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن لم يطمثهن إنسٌ قبلهم ولا جان يعني لم يمسهن قبل ذلك إنسٌ ولا جان فهن أبكار قال كأنهن الياقوت والمرجان وذلك لصفائهن وجمال منظرهن ناظرات لامعات قال الحسن البصري هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض سايقيها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان قال ابن مسعود فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه قال ابن مسعود فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه وفي صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا نهاية المطاف في الجنتين الأوليين يعني ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن الله جل وعلا إلا أن يحسن له في الآخرة وهذه كلمة الإحسان يعني لازم نهتم بها في القرآن لما أنت تقرأ في نهاية الجنتين هاتين ذكر الله جل وعلا الإحسان في عمل المحسنين في سورة الذاريات ذكر عمل عظيم للمحسنين تعدى الأمر الواجب بشكل كبير فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فدرجة الإحسان درجة حظيمة إذا بلغها الإنسان فقد بلغ أعلى مراتب الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مراتب الدين قال تكلم عن مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام فالإسلام دائرة واسعة من كان مسلما كان داخلا في هذه الدائرة ودون دائرة الإسلام دائرة أضيق وهي دائرة الإيمان ودون دائرة الإيمان دائرة أضيق وهي دائرة الإحسان فكل محسن إذا وصل الإنسان درجة الإحسان للدائرة الضيقة هذه فقد بلغ أعلى مراتب الدين فكل محسن سيكون مباشرة مؤمن مسلم لكن الذي في درجة الإسلام هل يلزم من ذلك أن يكون مؤمناً؟ لا والذي في دائرة الإيمان هل يلزم من ذلك أن يكون محسناً؟ لا ولذلك يعني كلمة الإحسان في القرآن في مثل هذا الموطن تلاحظون أنها جاءت في نهاية الجنتين الأوليين وليست الجنتين التالية كذلك كلمة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين تلاحظون في القرآن أن الله جل وعلا ذكر بعد ذلك أعمال عظيمة للمحسنين وسنتكلم بإذن الله بعد قليل بإذن الله عن عمل المحسنين بشيء في هذا الباب طبعاً أعظم الإحسان في الدنيا هو الإخلاص لله جل وعلا والإخلاص يا أخوان كلما عظم في قلب الإنسان كلما عظم أجره عند الله جل وعلا وكلما عظمت مرتبته فهو يعمل لا يريد أي غرض من أغراض الدنيا أبداً لا رياء ولا سمعة ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا شيء لا يريد إلا رضا الله جل وعلا فهو تجريد للعمل من كل شوائب الدنيا ليس تجريد له من الرياء فقط لا تجريد للعمل من كل شوائب الدنيا ومن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني لما الإنسان يصلي يعمل أي طاعة ويتعبد الله جل وعلا في حياته كأنه يراه جل وعلا هو لن يراه لكن لما هو لما الإنسان يعمل كأنه يراه لا شك أنه ما الذي سيصنعه سيطقن العمل أليس كذلك سيطقن العمل بلا شك قال فإن لم تكن تراه فإنه يراه انتقل من مرتبة الاستحضار إلى مرتبة أو إلى مرتبة المراقبة من مرتبة الشوق ونحو ذلك إلى مرتبة المراقبة فالمرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه يعني في شوق للعبادة المرتبة الثانية لا في خوف لا شك أن المرتبة الأولى أقوى وأعظم فإذا كان الإنسان يتعبد الله جل وعلا شوقاً وخوفاً منه محبةً وخوفاً منه ستكون أقوى وأحسن من أن يتعبد لله جل وعلا بالمراقبة فقط أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن ذاك ولا ذاك فإنك حينئذ لا تكون قد حققت الإحسان إلحظ أن الله جل وعلا قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان يعني من دون هاتين الجنتين جنتين أيضاً ما هي صفات هاتين الجنتين قال مُدهام متان مُدهام متان يعني قد خضرتاً من شدة الرئي لكن فرق بين الوصف الأول والوصف الثاني فرق بين الوصف الأول والوصف الثاني قال القرطبي مُدهام متان يعني خضراوان كأنهما في شدة خضرتهما سوداوان من الفروق أيضا أن الله جل وعلا قال في الجنتين الأوليين فيهما عيناني تجريان لكن في الجنتين التاليتين ماذا قال فيهما عيناني نضاختان أي أحسن عين تجري ولا عين تنضخ حين تجري حين تجري إذا جرت معناها هي تطرع خلاص العين تجري أحسن فلا شك أن الجنتين الأوليين أحسن وصفا في هذا الباب في الجنتين الأوليين قال فيهما من كل فاكهة زوجان ما خطر على قلبك وما لم يخطر في الجنتين التاليتين قال فيهما فاكهة ونخل ورمان لا شك فيها فاكهة أخرى لكن الوصف الأول يختلف عن الوصف الثاني أيضا في الجنتين التاليتين قال فيهن خيرات حسان يعني نساء أهل الجنة خيرات الأخلاق حسان الأوجه جمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق قال القرطبي رحمه الله وإذا قال الله تعالى خيرات حسان فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن وإذا وصف خالق الحسن شيئا بالحسن فانظر ما هناك انتهى كلامه لكن في الجنتين الأوليين ماذا قال قال كأنهن الياقوت والمرجان فليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان قال حور مقصورات في الخيام يعني نساء هاتين الجنتين من الحور والحوراه الشديدة بياض العين الشديدة السوادها وهي مقصورة في الخيام يعني مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يرفعن طرفا إلى غيرهم قال مجاهد فلا يلدنا بدلا منهم وقال بعض العلماء حور مقصورات يعني ملازمة خدرها مستورة قد تهيأنا وأعددنا أنفسهن لأزواجهن في الجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف وأما في الجنتين التاليتين قال حور مقصورات في الخيام يعني ومن قصرت طرفها وعينها على زوجها باختيارها أكمل من من قصرت بغيرها فهناك قاصرات الطرف باختيارهن وأما هنا فمقصورات الطرف واعذروني على الاختصار لأن الوقت يعني في الجنتين التاليتين قال متكئين على رفرف خضر والرفرف هو الوسائد وقيل هو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه فمتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان يعني نسج نسجاً فاخراً لكن في الجنتين الأوليين قال وصف البطانة بأنها من أحسن الحريري وأفخر ففرق بين الوصف الأول والوصف الثاني وهكذا حينما تستقل الآيات فإنه يتبين لك أن هناك وصفاً أن الجنة منازل وأن العاملين أيضاً منازل لكن ثم كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مهم في هذا الباب وهو أن في كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأهلهن في غاية الراحة والرضى والطمأنينة وحسن المأوى حتى إن كل واحد منهم لا يرى أحداً أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه من المسائل المهمة التي يعني لا بد أن نتكلم عنها في هذه الدورة وهي درجات الناس وعمال الناس في الدنيا فالناس في الدنيا على درجات كما بيّن الله جل وعلا في القرآن ففي سورة الواقعة كما ذكرنا ذكر ثلاثة أصناف صنفين في الجنة وصنف في النار المقربين وقد ذكرنا معناهم وأصحاب اليمين وذكرنا معناهم والمكذبين الضالين ثم بيّن مأوى كل طائفة بيّن حالا ما الذي يناله المقربين وما الذي يناله أصحاب اليمين وما الذي يناله المكذبين الضالي أليس كذلك؟ في سورة فاطر ذكر الله جل وعلا أن هذه الأمة على ثلاثة أصناف وليس صنفين قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من الذي ورث الكتاب؟ هذه الأمة ثم ذكر أخسامهم فقال فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله السابق بالخيرات هو المقرب والمقتصد هم أصحاب اليمين وأما الظالم لنفسه الذي دون ذلك الذي يقع فيه الذنوب والخطايا بحسب ما يقع فيه في سورة الواقعة ذكر الكلام على المقتصدين والمقربين ذكر الكلام على أصحاب اليمين والمقربين أما الظالم لنفسه ما تكلم عنه ما تكلم لكن جاءت النصوص في بيان حال الظالم نفسه كما سنذكر وهذا يبين أن الإنسان يحذر من أن يقع في المعاصي والذنوب أما بالنسبة للمقرب حينما نتكلم عنه بشكل أوسع فالمقرب هو الذي فعل الواجبات وترك السنن والمستحبات فعل الواجبات وزاد على ذلك حتى فعل السنن والمستحبات فلما تقرب بجميع ما يقدر عليه من محبوباته سبحانه وتعالى أحبه الله جل وعلا حبا تاما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث المقرب مثله في العمل مع الله جل وعلا وفي عبادة الله تبارك وتعالى مثله كمثل رجل أقبل على بلد يعلم أن التجارة في هذا البلد الريال فيه إذا دفعه وتاجر سيربح إلى عشر ريالات مباشرة الألف عشر دف المئة ريال على طول ألف ريال مباشرة بس يدخل يربح هذا المقرب بهذه الصورة داخل في تجارة يعني على طول عشرة أضعاف فلو بلغ به الأمر إلى أن يبيع ثوبه حتى يتاجر مع الله لباعه فهو دائما يعمل لله وحتى إذا اشتغل يحاول أن يشتغل في المباحات بما يعينه على طاعة الله جل وعلا بقدر استطاعته هذا هو حال المقرب يعني يرى من الخسارة أن يمر عليه وقت وهو في غير متجر فهو بين الواجبات والمستحبات قدر الاستطاعة فالهمة مصروفة بقدر استطاعته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى أما القسم الثاني فهم أصحاب اليمين الذين أدوا الفرائض ومهتموا بفعل السنن والمستحبات وتركوا المحرمات ولم يهتموا بفعل ولم يهتموا بترك المكروهات هذا لأصحاب اليمين هؤلاء مثل واحد قيل له اذهب إلى البلد الفلاني واعمل من الساعة الثامنة للساعة الثانية ظهرا فإذا عملت فقد أديت معالك راح الرجل وصار يعمل من الساعة الثامنة تماما إلى الساعة الثانية ظهرا ما يخل بعملها أبدا يطلع من العمل وينظر إلى الناس يتاجرون يعيشون في تجارة عظيمة بس يقول ما لي وما للناس أنا خلني في عملي من الساعة الثمانة إلى الساعة الثنتين أبي السلامة بس يقال لها ادخل يا بل حلال في التجارة مع هؤلاء واعمل يقول لا لا أنا بيقتصر على الأمر الواجب الحمد لله تركنا الحرام وفعلنا الواجب وانتهى الأمر هذا اللي علينا هذا هؤلاء هم أصحاب اليمين ما دون ذلك هم من الظالمين يعني يكونون دون ذلك فالله جل وعلا ذكر صنفا ثالثا وهم الظالمين لأنفسهم وهذا يبين يا أخوان يعني أمرين عظيمين الأمر الأول أن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل يعمل ويكثر من العمل ويتقن ولا يقتصر على الأمر الواجب يعني ترى من نعمة الله علينا أن شرع لنا أمور مستحبة هذه الأمور المستحبة الناس يختلفون في النظر إليها بعض الناس يرى أن الأخذ بالأمر المستحب تشدد وهذا نعوذ بالله ظال الذي يرى أن الأخذ بالمستحب تشدد هذا ظال لماذا لأن الأخذ بالمستحب اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من يقول ينظر إلى أن الأمر المستحب يقول أنا ما أبغى أسوي الأمر المستحب فهذا يعني عمل أصحاب اليمين الثالث يرى أن من أعظم النعم عليه وجود الأمور المستحبة يقول لي أنها هي تنفعني وما تضرني أصلا حتى لو ما سويتها يعني هي فرص فإذا أقبلت على الله جل وعلا يوم القيامة وصار عندي نقص في الصلاة الحمد لله عندي صلوات ثانية فالباب مفتوح فمن نعمة الله علي أن صلاة المغرب لما يكون فيها خلل أن الله جل وعلا أعطاني فرص قيام ليل السنن الرواتب السنة الضحى التنفل المطلق هذه نعمة يعني لو أن الله جل وعلا لم يعطينا هذه النعمة كان كيف سنسد النقص الذي في الصيام وفي الصلاة فمن نعم الله علينا أن شرع لنا السنن والمستحبات هذه نعمة عظيمة ونعمة جليلة هذا أمر الأمر الثاني الأمر العظيم الثاني الذي لا بد أن يبين أن الناس في هذا الزمان يرون أن من قام بالواجبات وفعل السنن والمستحبات صار يصلي الفجر في المسجد وصلوات الباقية في المسجد ويؤدي زكاة ولا ينظر إلى الحرام ولا يسمع الحرام ولا يتكنم الحرام هذا يقولون أنه مطوع أو مستقيم أو ملتزم أو صالح هذا من أقل الصالحين درجة هذا الله المستعان من أقل الصالحين درجة لا يظن أنه الآن وصل على الدرجات هذا أدى ما عليه هو أصلاً واجب عليه أن يصلي الفجر في المسجد والفروض الباقية في المسجد ويؤدي الزكاة يعني ما فيه منه هو أدى اللي عليها أصلاً أما أعلى الصالحين درجات فبيات الكلام عليهم بعد قليل يعني ذكرنا شيء من صفاتهم وسنذكر صفات أخرى ومن تلك الصفات يعني حتى يتضح الأمر المقارنة بين سورة الذاريات وسورة المعارج اللحظ في سورة الذاريات تكلم الله جل وعلا عن المحسنين فماذا قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون طيب باقي الليل شوف شوي نمون كما ذكر بعض المفسرين طيب باقي الليل قيام ترمو في رمضان هذا في غير رمضان هذا عام ولما يجي السحر يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون لاحظ وبالأسحار هم يستغفرون في سورة المعارج ماذا قال إن في سورة الذاريات التي قبل قليل ذكر صفات من المحسنين أليس كذلك أليس كذلك في سورة المعارج ذكر صفات ليس المحسنين ذكر صفات الناجين الناجين المحسنين فوق لكن صفات الناجين اسمع صفات الناجين في سورة المعارج إن الإنسان خلقها لوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه خير منوعة إيش إلا المصلي هذول يكلا قليل من الليل ما يهجعون يعني باقي الليل إيش قيام وبالأسحار هم يستغفرون هذول لا هذول يصلون يقومون بالصلاة اللي عليهم لاحظ الفرق الثاني في سورة الذاريات المحسنين ماذا قال الله عنهم قال وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم إيش في معلوم ولا ما في معلوم حنب نصل değil في الثاريات فيه معلوم ولا ما في معلوم لا مفتوح حق للسائل والمحروم مفتوح وضع وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة المعارج حق معلوم وهو الحق الواجب من زكاة ونحو في الثاريات المحسنين لا مفتوح من واجب ومستحب فرق بين عمل هؤلاء وفرق بين عمل هؤلاء الآن اللي يؤدي ما عليه كما في سورة المعارج هذا يسمونه يعني هو الذي بلغ درجة الصراع لا لا هذا الفهم غير صحيح الصالحين يعني لما نتكلم عنهم يعني بعض الناس قد يظن أنهم يعيشون في كوكب آخر اليوم في هذا الزمان في غربة شديدة الله المستعان يعني يقول أبو إسحاق السبيعي لقد رق عظمي فما أستطيع اليوم أن أصلي إلا بسورة البقرة وآل عمران في الركعتين الإمام أحمد وموقف في الفتنة شيخ يزيد بن هارون يزيد بن هارون يروى أنه كان إذا صلَّ الظهر راح وجلس يصلي يتنفل كأنه اصطوان حتى أذان العصر ولما تقرى في سيرة الإمام أحمد وسيرة الإمام مالك وسيرة الشافعي وسيرة الأوزاعي وغيرهم تجد أن عندهم شيء عظيم من العبادة أحد السلف لما جاء إليه الوالي ومندوب الوالي وقال هذا المال لك من الوالي قال أنت متأكد أنه لفلان قال إيه قال انتظر هنا فخرج من المدينة ولم يعد إلى المدينة هذه أبداً بعض السلف كان إذا قام للليل زوجته ما تدري عنه وهي زوجته على الفراش ما تدري عنه يخشى أن يحدث في نفسه ما يحدث فلما تسمع كلمات السلف وحياة السلف يعني كانوا يعيشون في حياة عظيمة كانوا يستشعرون فيما يظهر معنى جنة المقربين وجنة أصحاب اليمين وكانوا يتاجرون مع الله جل وعلا في الدنيا التي يعيشونها ويرون أن الدنيا ستزول فلابد من العمل للدار الآخرة ويحاولون بأقصى جهد أن لا يضع شيء من الوقت في هذا الزمان لما تتأمل يعني ترى إلى وقت قريب كنا نسمع فيه نساك يعني يجلس في المسجد ناسك يجلس في المسجد طول ينشغل بالقرآن في أكثر الأوقات وينشغل بتلاوة القرآن أذكر أنني مررت على أحد كبار السن وسألني عن الوالد وكان دائما يبقى في المسجد ويقرأ القرآن وينشغل بالعبادة وهؤلاء موجودين ولو تكلمنا مع كبار السن في تصوري سيخبروننا بعملهم بشكل كبير لكن في هذا الزمان مع المدنية وظهورها صار لها أثر كبير على حياة بعض المسلمين المقصود أن هذا المفهوم لا بد أن يتعدل وهو أن القائم بما أوجب الله التارك لما حرم الله هذا من أدنى هؤلاء أما أعلى هؤلاء الله المستعان إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذا أحد الأخوة يقول لو تكلمنا عن أعظم شيء في الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم ولا شك أن أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم كما قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسن وزيادة لكن الحقيقة كانت الدورة أننا كنا نحاولا نتكلم عن الجنة ونذكر الكلام عليها وما نستطيع نمر على كل شيء في يوم علمي واحد فكثير من المسائل الحقيقة لا تحتاج إلى يوم علمي تحتاج إلى أيام أخرى ودروس أخرى فما نستطيع أن نستقسي الكلام كله عن الجنة حتى في قضايا كثيرة في الجنة نور الجنة النور الذي في الجنة كذلك يعني مسائل كثيرة في الجنة لم نتكلم عنها إلى الآن وإنما تكلمنا عن يعني شيء في هذا الباب هل من كلمة للنساء وفضل المثابرة على الأعمال الصالحة والحرص على الأعمال التي تزيد في الجنة في درجاتين في الجنة لا شك أن يعني المرأة يجب عليها أن تتق الله جل وعلا ما استطاعت وأن تحرص على تأدية ما أجب الله تبارك وتعالى الصلاة في بيتها وعلى تربية أولادها وتحذر كل الحذر مما نهى الله جل وعلا عنه فكالتبرج والسفور وتلتزم بالحجاب الشرعي الصحيح وتحرص على هذا الباب وحتى لو ظهرت ظاهرة من بعض النساء أنهن صرن يلبسن عباءات غير شرعية فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تثبت وأن تعلم أنها مقصودة من أعداء الإسلام وأن تعلم أن الله جل وعلا قد أوجب عليها واجبات معينة وحدّ لها حدود معينة ونهاها عن أمور معينة فيجب عليها أن تأتمر وأن تنتهي تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله جل وعلا عنه ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء وأوصى الرجال بالنساء فالواجب على المرأة أن تحلص والمرأة في تصوري أنها تستطيع يعني الفرصة للعمل الصالح بالنسبة لها قد تكون أكثر من الرجل لأنها ملازمة للبيت إذا طبقت قول الله جل وعلا وقرن في بيوتك فإنها تكون تكون لها الفرصة أكبر من الرجل فوصية للمرأة أن تتق الله وتحرص على طاعة الله تبارك وتعالى من الصلاة والصدقة وحفظ كتاب الله جل وعلا وتساهم مع النساء الحي في دور القرآن وحفظ القرآن ونحو ذلك هذا يسأل عن إعادة الفقرة عن أسباب نيل الدرجات العالية لو تعيد لأن ما فيه وقت الآن فلو تسمعها من السيدي يعني حنذكرنا التصديق قوة التصديق والجهاد فلا يلتفت وكذلك يرجى لمن قام على أرملة ومسكين أن يكون يعني تكون درجته عالية ولو تسمعها بالكامل من السيدي أحسن يقول هل هناك بعض العناصر هناك بعض العناصر لم تتحدث عنها شراب المقربين وأصحاب اليمين لا تحدثت أنا أنا تكلمت أول العصر بسيكم ما حضر أنهار وأشجار الجنة تكلمت هل يدخل أحد الجنة قبل يوم القيامة ورد بعض الأحاديث في أن روح المجاهد تكون نسمة في معلقة ب القندي قناديل في الجنة وورد شيء في هذا الباب من هو الظالم لنفسه تكلمنا وهو من كان تارك لشيء من الواجبات وشيء من أفاعل أو فاعل لشيء من المحرمات لكن معه التوحيد معه أصل التوحيد فهو مسلم موحد هل من كلمة عن لبس البنطلون للمرأة أمام الرجال وفي الأسواق والله الواجب على المرأة أن تتق الله جل وعلا ولا يجوز أن تلبس البنطال أمام لا محارمها ولا أن تخرج بهذا البنطال يعني أمام الناس الواجب عليها أن تتق الله جل وعلا وهذا اللبس صن البنطال يعني جاء متأخرا لا يعلم أن المسلمين أن بنات المسلمين كنا يخرجنا بهذا اللباس فيعني النساء الله جل وعلا أمرهن أن يبتعدن عن فتنة الرجال فأمرهن أصلا بالقرار في البيوت أعلم أن يعني لما يقال وقرنا في بيوت كنا أن البعض يقول لكن الصحابيات كنا يخرجن هذا بلا شك يعني هو المشكلة الآن في الطرح الموجود الوزنية هذه الوزنية في خروج المرأة يعني بعض الناس يأتي ويقول بس الصحابيات كنا يخرجن يخرجن الويش يخرجن بهذه الصورة الموجودة اليوم وتغيّ بعض الآثار عن بعض الصحابيات في هذا الباب يقول تقول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساءنا في هذا الزمان في زمانها لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل هذا في زمن عائشة رضي الله عنه فالمرأة الأصل أنها في البيت إذا خرجت لحاجة ما فيه مشكلة لكن تخرج بالضوابط الشرعية تخرج بالضوابط الشرعية فلا تلبس ما يفتن الرجال ولا ما يستجعي فتنة الرجال والمشكلة اليوم أن بعض النساء لما تخرج خارج البيت تظن أنها لا بد أن تلبس لبس يعجب الناس عباءة تعجب الناس طيب يعجب الناس وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي يحذر منه لأن المفترض أن تخرج المرأة يعني يخرجنا تفلات بعيدات عن فتنة الرجال كل المقصود أن المرأة إذا خرجت من البيت أن تبتعد أعين الرجال عن النظر إلى المرأة هذا هو المطلوب فلما تأتي المرأة تلبس العباءة الفاتنة أو العباءة التي تبهر أو اللي يقولون شكلها أحسن وأزين ما يصلح هو المطلوب أن تلبس عباءة بعيدة عن الفتنة هذا هو المطلوب وكل لبس فيه افتتان يفتن الرجل فلا يصلح أن تلبسه المرأة وترى بالمناسبة بعض النساء وللأسف الشديد يعني بدأ يتخلى الفكر خاصة من القنوات أن المفترض أن الرجل يصد وهذا فكر حادث ما فيه أحد يعني ما أمرت المرأة بالستر فتخرج متبرجة وتقول للناس لا تناظرون هذا غلط كبير في الفهم هذا غلط كبير لأنها هي المعنية بالغطاء ولما تتأمل الله جل وعلا ماذا يقول يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن طيب ليش ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين لأن بعض النساء تخرج بغطاءها وهي معروفة وبعضهم تقول لا الغطاء سمو بواجب طيب الناس عرفوه سلام تأملوا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا منهم القواعد من النساء اللي خلاص كبرت في السن لا ترجو النكاح فليس عليهن جناح أيضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه يعني كبيرة السن إذا أرادت أن تخرج وتكشف وجهها لأنها امرأة عجوز لا بأس أن تكشف الوجه شف ليس عليها جناح ليش لأنها من القواعد لكن بشرط أن لا تضع الزينة لا تضع روج وكحل وغيره أما الصغيرة لا ما تخرج بهذه الصورة مطلقة وهكذا قول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن إيش ليعلم ليعلم إيش ما يخفين ولا ما يبدين ها إيش رأيكم هو لو قال ليعلم ما يبدين لجاز كشف الوجه لكن قال ليعلم ما يخفين يعني المرأة لما تخرج لا تضرب بالخلخال نعم لا تضرب بالخلخال حتى ما يعرف الزينة التي خلف الغطاء وضح يا أخوان ولا لم يتضح يبدو لي المعنى واضح فالمرأة مسؤوليتها اليوم عظيمة فيجب عليها أن تتق الله جل وعلا وأن تحذر أيضا مما يكاد بها اليوم بعض القضايا التي تطرح في القنوات وفي بعضها تأتي قضية من القضايا مثل قضية كشف الوجه أو غيره يأتيك شخص يقول فيه خلاف تأتي قضية عمل المرأة كما يعمل الرجل ويأتي ويقول فيه خلاف خروج المرأة كاشفة لوجهها اختلاطها بالرجال يبدأ يقول فيه خلاف طيب أنت ما استغربت من وجود تركيبة كاملة مطروحة في البلد من عشر أو خمسة عشر سنة أن المرأة تخرج لا بد أن تختلط مع الرجال وأنها تخرج كاشفة وأنها لا بد أن تعمل كالرجل بالضبط وأنها لا بد أن تصعد المسرح وأنها لا بد أن تكون من الفنانات أنت ما لاحظتم فيه تركيبة كاملة مطروحة في البلد يعني لا يكون الإنسان يكون عنده نوع من استذاجة كل ما جاءت قضية والفكر مطروح بقوة هو الفكر مطروح بقوة عن المرأة كل ما جاءت قضية قال بس ترى فيه خلاف المسألة فيه خلاف طيب نظرة الغرب مرجح أهل الخلاف يعني لا ما يصلح أبدا فالإنسان ثق تمام الثقة أن هذه المسائل كلها في قضية المرأة ما فيه عالم أفتى بها كلها بالجواز مثل الغرب فأنت ما تأتي تنتقي من الشافعي علشان نسمح للغرب نسمح كلام الغرب في قضية كشف الوج والإمام مالك في مثلا قضية كذا في المرأة والشيخ فلان يقول بالاختلاط والشيخ فلان يقول في البنطال والشيخ علشان نرضي الغرب ما يصرح بهذه الصورة هذا ليس من دين العلماء أبدا وليس من طريقة العلماء وإنما هذا من طريقة التغريب باختصار فيجب على المرأة أن تحذر في هذا الباب وأن تتق الله جل وعلا وأن تعلم أنها مسؤولة عن كل شخص يراها ويفتتم بها والله جل وعلا لم يحرم الزنا فقط وإنما حرم قربان الزنا أيضا ولذلك قال ولا تقرب الزنا ما منع سفر المرأة بلا محرم عبث ولا وجب غطاء الوجه للمرأة عبث ولا منع من خلوة الرجل بالمرأة عبث وإنما منع لغاية عظيما تهل وقت في ختام هذه الدورة أشكر الأخوة القائمين على هذا الجامع ليس على إقامة هذه الدورة فقط بل على إقامة الدورة ودورات قبلها يعني ظاهرة وواضحة نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يبارك في جهودهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل وأن يزيدهم من العلم والهدى وأشكركم يا أخوان على الحضور والاستماع ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس شاهداً لنا وأن يجعلنا من المقربين عندهم العفو والعافية وأن يرزقنا القبول والله وعلى مصر الله وسلم عن نبينا محمد وعلى أعلى سحبه وسلم